نواصل حوار الليلة حول مصر ودوافع اتهام حماس بالتدخل بالشأن الداخلي ورحب مرة أخرى بضيوفنا في حوار الليلة من غزة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة الدكتور عدنان أبو عامر ومن القاهرة أمين عام حزب العمل الأستاذ مجدي قرقر ومن القاهرة أيضا الكاتب الصحفي الأستاذ عبدالله السنوي نذكركم أيضا أن بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك نستعرض بعض المشاركات التي وردتنا من المشاهدين المشاهد عبدالنور العابد يقول في مشاركة له على الفيسبوك مرسي منذ مجيئه للحكم حاول مسك العصى من الوسط بين مختلف الأطراف عبداللطيف أبو علي يؤكد من جهته أن حماس كانت ولا زالت تسبب ألما لفلسطين وهي التي سهلت مرور المسلحين للهجوم على رفاح أما أحمر عبدالحميد فيقول من الواضح أن الحادث مدبر للوقيعة بين الشارع والإسلاميين مع علم بعض القيادات بذلك وما نتج عنه من إيقالات يثبت ذلك المشاهدة صار سري تتساءل لا أعرف لماذا تزج حركات المقاومة نفسها بالصراعات الداخلية حماس بمصر وحزب الله بسوريا هل هي مجرد صدفة؟ العيد شموما يرى أن حركة حماس انحرفت عن مبادئها ونهجها المقاوم ورمت بنفسها في أحضان مرسي المشاهد الذي يلقب نفسه الشبيب بريس يؤكد أن حماس جزء لا يتجزأ من الإخوان في مصر ومستعد لفعل كل ما يرضي مرسي وعلى حساب مصالح الشعبين المصري والفلسطيني أخيرا محمد عصمان يعتبر أن هناك جهات تدبر في الخفاء للإقاع بين مصر وفلسطين وعرقلت الثورة المصرية والمساومة على القضية الفلسطينية أعود إلى ضيوفي من جديد وتحديدا إلى الأستاذ مجدي قرقر أمين عام حزب العمل في القاهرة أعيدك أستاذ مجدي إلى التصريحات الشهيرة التي أدل بها اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات المصرية قبل إقالته مباشرة لوكالة أنباء الأنضول قال فيها بأن الرئاسة كانت على علم هو أعلمها بتوقعات وبتكهنات وبمعلومات حول قيام هجوم في سيناء لكن الرئاسة رأت عدم اتخاذ إجراءات احترازية لأنها لم تتصور أن يقتل المسلم أخاه المسلم في رمضان هذا كلام اللواء مراد موافي الذي أقيل بعد هذه التصريحات مباشرة ألا يمكن فهم بعد هذه التصريحات أن هناك جهة ما قامت بهذا العمل الذي هز مصر كما سبق وقلنا وأن الرئاسة المصرية وأن نظام الإخوان المسلمين يحاول التغطية على هذه الجهة يعني للأسف الشديد تعليقات الكثير من المشاهدين تشير إلى أنهم ضحية للإعلام العربي غير المنصف في كثير من القضايا هذا الحادث يتعارض مع سوابة حماس سوابة حماس بتقول أنها لا تنقل معركتها مع العدو الصهيوني خارج الأراضي الفلسطينية كما كان يحدث من المقاومة الفلسطينية في الستينات والسبعينات من القرن الماضي فما بالك بإخوة بتعتبرهم حماس إخوة أشقاء وبتعتبر مصر هي الشقيقة القبرى حماس في عهد نظام الرئيس المخلوع ارتكب مصر الرئيس المخلوع ارتكب كثير من الجرائم ضد حماس وحماس عملت بالمثل المصري اللي بيقول حبيبك ينضغ لك الزلط وعدوك يتمني لك الغلط حماس ما ضغط الزلط لنا كثيرا ولم يبدو منها أي عدوان ضد الشعب المصري فهذه الاحتمالات للأسف الشديد غير قائمة والآن الموضوع أمام فيه بلاغ تقدم للنائب العام وهو قيد التحقيق ده يتعارض أيضا مع تصريحات الدكتور موسى أبو مرزو اللي بيقول أن حركة حماس تتعاون مع الأجهزة الأمنية للوصول إلى مرتكبي الحادث رفع أظن أن ده للأسف الشديد فيه اتهامات باطلة تكال إلى حماس مثلا على سبيل المثال أن حماس وغزة هي سبب الأزمة الاقتصادية في مصر بتهريب البضائع المصرية من الأنفاق غزة كلها على بعضها ما توصلش حي زي حي طيب ولكن أستاذ مجدي إذا سمحت لي غزة كلها على بعضها لا تشكل ثلاثة في المية من تعداد الشعب المصري أو أقل أستاذ مجدي إذا كنت تسمعني الآن أنت استشهدت بتصريحات نفا فيها الدكتور موسى أبو مرزوق هذه الاتهامات بالضلوع في حادثة رفع وقد أجرينا معه لقاء خاصة لسكاي نيوز عربية لكن هناك أيضا تصريحات من قادة فلسطينيين منهم سامي أبو زهري أحد المتحدثين المعروفين لحركة حماس في غزة لصحيفة الوطن المصرية يقول أن الحركة مصرة على مواصلة تهريب الأسلحة عبر غزة وأن الأنفاق لا تزال في قبضتها وذلك ردا على قيام القوات المصرية والجيش المصري بهدم الأنفاق بين غزة ومصر حقيقة لا أعتمد أي شيء ينشر في جريدة الوطن بتوجهاتها المعادية للطيار لم يكذب السيد سامي أبو زهري هذه التصريحات لم يكذبها أنا معرفش الكلام ده تنشر إمتى وهل هو كذب أم لم يكذب على أي حال أنا أظن أن الأنفاق بين غزة ومصر في عدم وجود انتقال طبيعي من خلال المعبر المصري الفلسطيني هي ضرورة وهي ضرورة للحفاظ على الأمن الوطني المصري خلينا أقول لك على نظرية المرقل لو أنت عندك غلاية وموجود فيها مية وبتغري ومفيش فيها أي فرصة لتنفيذ الهواء فيه أظن أن الغلاية دي ستشكل خطورة بدرجة كبيرة على من يوجد دعني أستاذ دمجد أن تخل هذه شريان الحياة للغزة لا يمكن أن نشارك في حصار إخوانا قبل أن نهدم الأنفاق علينا أن ندبر انتقال وندبر وسائل الحياة المطلوبة لأهلنا في غزة أنقل هذه النقطة للدكتور عدنان أبو عامر ولعله يتفق معك في ضرورة وجود هذه الأنفاق أو على الأقل تصريحات بعض قادة حماس تتحدث في هذا الاتجاه لكنني أسأل دكتور عدنان ما ضرورة بقاء هذه الأنفاق بعد أن قامت الحكومة المصرية حكومة الرئيس محمد مرسي بفتح معبر رفح لا هناك ضرورة تجارية ضرورة تتعلق بالبضائع والسلع التجارية على مدار الساعة معبر رفح فقط الأفراد وليس للبضائع وبالتالي الفلسطينيون يحاولون الاستعادة عن إغلاق المعابر الإسرائيلية والحصار المفروض على غزة بي إدخال بضائع مصرية عبر الأنفاق هذا من جهة ثانية ليس هناك من شك بأن تسهيل أمور إقامة معبر تجاري حقيقي بين مصر وغزة أو منطقة تجارية في سيناء رسمية متفق عليها من الحكومة المصرية وإدارة اقتراء غزة هذا يغنى الفلسطينيين والمصريين كلين عن الأنفاق ويعفيناك كليا من أي أضرار أمنية تتعلق بتهريب أشخاص أو سلاح أو غيره النقطة الثالثة والأهم أن الأنفاق منذ أن أنشئت قبل سنوات تتعلق بإدارة شؤون معيشة قطاع غزة لم تكن تشكل إطلاقا لا في عهد النظام السابق ولا النظام الحل أي أزمة أمنية لمصر فقط كل ما حدث خلال أشهر أخيرة يتعلق بمحاولة إيجاد فزاعة اسمها سيناء مسلحين إسلاميين يأتوا إلى سيناء ويحاولون إيجاد جيوب داخلية تعمل على زازعة الاستقرار أمن مصر صاحب الرواية الأهم في هذا الموضوع والقول الفصل فيها هي إسرائيل إسرائيل تتكلم تزعجنا صباح مساء بتقارير أمنية واستخبارية ليس لها مصدر ولا مرجع ولا توثيق حول طبيعة المسلحين الموجودين كل ما تقوله وتحاول أن تبتزل حكومة مصرية في ذلك وأن سيناء تحور إلى جيب داخلي لمسلحين إسلاميين أكثر من هذا القوات الدولية بدأت إلى حد بعيد في الأون الأخيرة تعمل على ترويج الرواية الإسرائيلية وتحول أن سيناء هذه تحورت إلى منطقة أو بؤرة كوزيرستان أو كطورة بؤرة في أفغانستان لمحاولة إزعاج الإدارة المصرية ولكن يا دكتور عدنان عفوا على البقاطعة أنت تتفق مع ضرورة وجود هذه الأنفاق يعني الجهات الأمنية المصرية تعارض هذا التوجه وتعتبر الأنفاق تهديدا للأمن القومي المصري وبالتالي هناك طرف مستفيد وطرف متضرر في القضية لا 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 منذ أربع أو خمس سنوات قيمة الأنفاق لم يكن هناك اعتراض مصري رسمي حقيق حتى في ظل النظام السابق كان هناك بين قوسين كبيرين تفاهم على أن هذه الأنفاق هي لمصلحة حيوية معيشية والتالي ضغط إسرائيل للحصار على غزة هذا يعني انفجار أوضافي قطاع غزة عد معي سنوات قيل ورا حين انتفض الفلسطينيون وانفجروا باتجاه حدود مصر ودخلوا إلى العريش وسيناء عدة أيام لجلب بضائع وأشياء معيشية وغذائية ومسلع خاصة بالمعيشة ولم يكن لها أي أضرار أمنية الإسرائيليون والنظام مصر السابق كان يعتقد أن غزة مستقبلها بين قاعدة هي أن غزة لا تحيا ولا تموت طالما أن حماس موجودة في الحكم لا تحيا لا تعيش حياة طبيعية بضائع وبعابر وتجارة وأغذية ولا تموت حتى لا يتحول غضبها إلى إسرائيل أو مصر وبالتالي الضرر الأخير على الأنفاق هو مصري فلسطيني لكن طالما أن هناك ضغطا أمريكيا وإسرائيليا بعدم إقامة معابر تجارية حقيقية فوق الأرض أكيد أن الفلسطينيين سيتغنوا عن الأنفاق تحت الأرض أعطونا معابر شرعية علنية مكشوفة أمام الجميع ونستغني عن كل ما هو سري وخفي وغير علني تحت الأرض وهذه المطالبة ربما تأتي في صورة ضغوط على الحكومة المصرية الحالية على الرغم من قربها من حماس لفتح المعبر وبالتالي الدخول في مواجهة مع إسرائيل ومع القوى الدولية هذا بالتأكيد وهنا أعود إلى ما قد قبل قليل إلى أن الإدارة المصرية الحالية إسلامية ومصر في هذه المرحلة أدركوا أن أزقة الحكم وضغوط الدولية وإفتزاز صندوق النقل الدول وغيرها يجعلها لا تتعامل مع حماس على أنها الإبن الأصغر لها وتفتح لها المعابر والبضاع وغيره وبالتالي هي آن بين فكاي كماشا صاح التعبير الفك الأول هو الضغوط الفلسطينية بضرورة الفكاك الكلي الانفصال الكلي عن السياسة المصرية السابقة بتحويق تغزة إلى منطقة تعيش أجواء من الرفاهة والرخاء والفك الآخر والضغوط الأمريكية ومقايدة أي تعامل وأي انفراج مصري فلسطيني بالمساعدة الدولية وهذا بالتأكيد الذي يجعلنا أن نقول أن مصر ليس بالضرورة إخوة مصر ليس بالضرورة بات يفتحونها مصر للتدخلات الحمسوية أو أن حماس تتحول إلى عنصر فاع في السياسة المصرية حماس لها أجندة وطنية فلسطينية داخلية وتقدر ما تعانيه السياسة المصرية الداخلية بل أكثر من ذلك الفلسطينيين في غزة وحماس منهم تعتقد أن عليها أن تمنح الحكومة المصرية فرصة من الوقت أكثر ومنذ زمنية حتى تعالج ملفاتها الداخلية بعيدة عن الضغوط الفلسطينية الداخلية أرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور عدنان وكذلك الأستاذ مجدي قرقر والأستاذ عبدالله السناوي سنتابع الجزء الثالث والأخير من حوار الليلة ولكن بعد قليل ترجمة نانسي قنقر